اعزائي مشاهدين برنامج حكاوي اليوم اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم حلقة النهاردة حلقة اهمة جدا ومميزة لانها هتناقش فيها مع ديفي الكريم عن كل المواضيع الهمة اللي بتشغل بال كتير في الشرع المصري دلوقتي اهمهم طبعا موضوع قانون التصالح وقانون الايجار القديم ديفي الكريم اليوم الاستاذ عاصم البيباوي دبلوما في العلوم الادارية وعطو انقابة المحامين العرب ومستشار التحكيم الدولي العلوم الادارية صباح الخير يا سيدان المستشار صباح الخير اهلا بحضرتك سيدان المستشار في البداية عايز اتكلم مع حضرتك عن موضوع بيشغل بال كتير من السادة المشاهدين قانون التصالح على الأقارات المخالفة في البداية عايزين تعريف مبسط لقانون التصالح ليه او لسادة المشاهدين قانون التصالح ده يعني القانون بمهر حتوت للموتن ومر فيزيحت الموتن بمعنى انت ادعيه وضع له انا دروقتي مثلا شاري شقة Earnadown شقة دي في المخالف مفروض حاليا أنا هتصالح عليها علشان أقنن وضعي بدل ما تبقى شقة في المخالف مش مرخصة تبقى شقة مرخصة عبداليا السفاد بيها طيب أستاذ عاصم فيه ناس كتير وصل على برنامج حكاوي اليوم على الصفحة سؤال مهم قوي الأراضي اللي عليها وضع اليد والعقارات هل الموضوع ده حيقنن في قانون التصالح ولا مش هيبقى لهم أي وضع معه بالنسبة لوضع اليد اللي هو أراضي طبع الدولة حقيقة بتقدم طلب تقنين طلب التقنين ده إما يتقبل إما يترفض لو تقبل ينفع نعمل تصالح لو ما تقبلش بيها أكيد مش رعف نعمل تصالح القبول بيكون على أساس إيه يا أستاذ عاصم بيكون بيها حاجات تبع الدولة حاجات تبع الدولة هل هي هتقبل معاك التصالح ولا مش هتقبل معاك التصالح معاير بالزبط معاير أنت الأرض اللي أنت أخذها دي هل الأرض دي وينفع تبقى كردون مباني ولا ما ينفعش لو ينفع كردهم مباني الأرض أكيد الدولة هتديك تقنينه هتخليك تبقى مالك للأرض طب آخر معاد اللي ممكن المواطنين إن هم يتصالحوا فيه أوه مفروض كان الأصل 39-2020 لكن صدر القرار الرئيسي للوزراء مد القرار لحد 30-10-2020 وده طبعا تسهيل المواطنين لأنه فيه ناس كتير لسه مقدمتش برضو فيه ناس كتير لسه مش عارفة تعمل إيه فهو يعني مدوها شهر وقابلة للزيادة عشان الناس كلها تقدر تستفاد من الموضوع من التصالح طيب أنا دلوقتي عايز أعرف من حضرتك كمواطن أخدت القرار إن أنا هروح أعمل تصالح الخطوات اللي بمشي عليها بيكون إيه؟ أهم حاجة لازم الأول إن أعرف أنا ليه حق التصالح طب عرفها إزاي؟ أول حاجة حدد الزمن الزمن بتاعي دي لو أنا قبل 11-5-2008 يبقى أنا خلاص أنا كده وضعي قانوني خلاص بقى قانوني ومش محتاج لنا تصالح طب لو أنا بعد 11-5-2008 اللي حد 8-4-2019 يبقى أنا المفروض أتصالح زيما أول حاجة عرفت اللي أنا في المدة دي يبقى أنا أول حاجة هتصالح الثاني حاجة أحدد نوع المخالفة أنا العقار فيه ده هل العقار ده فيه رخصة أصلاً ولا مفهوش رخصة؟ لو مفهوش رخصة يبقى إحنا كلنا لازم من أول الدور الأرضي لحد آخر دور كلنا هنتصالح طب العقار ده فيه رخصة مثلاً بخمس دوار يبقى أنا مفروض ابتداء من الدور السادس هو اللي مفروض هيقدم إيه؟ هيقدم التصالح طب خلاص إحنا كده عرفنا اللي إحنا مخالفين إزاي بقى أقدم؟ أول حاجة هتروح الحي أو تروح المركز الزكي أو تروح المحافظة على حسب المحافظة بتاعت حضرتك تمام؟ إنت مفروض بتقدم فين؟ هتروح تقدم طلب تصالح بعد ما بتقدم طلب تصالح أماش محتاج حقيقة غير حاجتين أول حاجة سورة بطاقة تاني حاجة عقد الملكية معاك سورة بطاقة معاك عقد الملكية حضرتك بتقدم طلب بيتحدد لك فيها الرسم الرسم الحقيقي بتحدده لك ده بتدفع منه 25% في البنك يعني الحقيقي بتاخد وصلك تروح البنك بتدفع 25% 25% بتدفعهم بتاخد وصل من البنك بترجع بتاخد حاجة اسمها نموذج ثلاثة إيه فايدة نموذج ثلاثة ده؟ نموذج ثلاثة ده بيوقف لك أي إجراء على العقار بتاعك يعني أنت خلاص مفيش حد نجيلك إزالة بمعنى سورة عاصم يعني بيوقف أي إجراء يعني مثلا أنا المفروض دلوقتي أنا مهدد بالإزالة في أي وقت لكن لو أنا أخدت نموذج ثلاثة ما يقدرش أنه يبقى في إزالة خلاص أنا بيوقف أي إجراء على فكرة في الإجراء بيبقى في حاجتين فيه شك إداري وفيه شك جنائي الشك الجنائي اللي هو جريمة الأسئل يعني بالنسبة لمخالفات أساسا دي جريمة فيها شك جنائي اللي هو مثلا بيبقى فيها الحبس أو بيبقى فيها غرامة وفيه شك إداري لو المقاول أخد الشك الجنائي ده اللي هو الحبس أو الغرامة ده ما ينفيش الشك الإداري بمعنى اللي إحنا دلوقتي الشك الإداري بتاعنا ده لازم يتدفع المخالفات لازم تتدفع بصرف النظر المقاول يتحبس ما تحبس دفع فلوس ما دفعش فلوس يبقى ليا شك إداري أنا دلوقتي رجل اشتريت اشتريت العقار وعارف هو مخالف طيب قبل ما انتقل مع حضرتك لجزء اللجنة الفنية ليه سؤال هل ينفع أنا بصفتي الشخصية أنا مالك لوحدة إن أنا أروح أخذ الخطوات عشان أتصالح ولا لازم بيكون العقار كله يكون له اتحاد ملاك وهو بيكون ممثل عن العقار هو يفضل الاتحاد ملاك بمعنى الاتحاد ملاك كلهم مجتمعين بيقدموا الطلب كلهم في طلب واحد وبيقدموا العمارة طيب لو الاتحاد الملاك مش مجتمعين أو في بيشكل ما بينهم أو مش متحدين كل واحد ممكن يقدر يقدم طلب لوحدة عادي جدا ما فيش مشكلة طيب في شرط من الشروط اللي كانت موجودة في قانون التصالح حصل عليه لغة كبير جدا وجدل في الشرع المصري موضوع طلاق الوجهات الموحد بمعنى هل مثلا موضوع طلاق الوجهات ده لا نقدر نقول انه هو على الكرة بس ولا على المحافظات بس ولا على مستوى الجمهورية ولا موضوع اختياري ولا اجباري يعني حتة الطلاق الموحد للوجهات ناس كتير قوي كانت عندها جدلة علي لانه حقا عارف اكيد ما فيش حاجة اسمها انتظام في طلاق الوجهات على مستوى المحافظة اكيد طبعا هو كان في الاصل المفروض كان بيتطبع على المحافظات كلها أو على الجمهورية كلها ولكن سيدة رئيس الوزراء استثنى الكرة واستثنى المناطق الرفئية لكن المناطق المدن المدن أو المناطق الرئاسية لازم طبعا يكونوا بالطلاق الوحدة طيب ست مستشعر برضو فيه نقطة مهمة جدا يعني كتير على السوشيال ميديا سألنا فيها موضوع ايه الحالات اللي محزور فيها التصالح يعني فيه هل نقدر نقول ان كل الناس تقدر تتصالح ولا فيه حالات معينة لها معيار ما نقدرش نتصالح احنا عندنا تمام حالات ما ينفعش نتصالح فيهم اهمهم اول حاجة الخلال بالسلامة الانشائية بمعنى ايه لو انا العقار بتاعي نزلت اللجنة واللجنة قالت ان الاساسات بتاعتي دي ما تستحملش الارتفاع بتاعي ده يبقى طبعا مش هنينفع نعمل تصالح دي اول حاجة تاني حاجة البناء على خطوط التنظيم طب يعني ايه خط التنظيم الدولة ساعات بتبقى فيه شارع مثلا 6 متر الدولة عايزة تخليه 8 متر فبتوزع متر مثلا من اليمين ومتر من الشمال المفروض العقار لما بيجي يتهدي بيرجع متر ايه مين او متر بالزبط تمام العقار ما راجعش وبنى على نفس خط التنظيم فاني مش هنينفع نعمل تصالح في الحالة دي يبقى كده عندنا ايه حالتين تالت حالة عندنا ارض تمام ارض الدولة بمعنى ايه لو ارض الدولة الدولة ما وفقتش بالتقنين او انت ما وفقتش مع الدولة في موضوع التقنين او ما كانتش او ناعك بالدولة انت مش هتقدر تعمل تصالح في هذه الحالة سادة المستشار دورنا في برنامج حكاوي اليوم ان احنا بنوعي السادة المشاهدين فيه نقطة كتير من الناس بيسألوها طب انا استفدت ايه معا من تصالح طب هل ده مثلا هيقود علي انا كمواطن فرد هيقود علي ازاي بالاجاب عايز حضرتك تفهمنا بشكل تفصيلي ومبسط قانون التصالح هيقود ازاي بالنفع على المواطن هو قانون التصالح عندنا في الدولة وعندنا في المواطن طب انا كمواطن انا هدفع فلوس الفلوس اللي انا هدفعها ديها استفادي اول حاجة هتخش لي مرافق ثاني حاجه الشوارع بتاعتي هتتزبط الروسفانه هتتزبط تمام ثالث حاجة تمام انا دلوقتي لو انا شاري الشقة بتاعتي دي الشقة بتاعتي دي دلوقتي مخالف لو كيمياتها التسوقية خمسمائة الف جنيه مش انا لو انا دلوقتي واضعت حالي ودلوقتي بقي لي انا متقنن وبقي خلاص دلوقتي اعملت تصالح انا مش المفروض دلوقتي كيمة الشقة دي بتاعتي مش هتزيد بيها تزيد يبقى أكيد ده طبيعي كم السوقية ثم صلحك تمانا وبيع ببيع بخمسمائة مخالف هبيع بسبعمائة وخمسين مش مخالفة صح والله ثالث حاجة تمام هتدخل المرافق بتاعتك بحرية يعني فيه ناس عندها مشاكل في تدخل المرافق وعداد كودي ومش عداد كودي والكلام ده كلها عشان انت أصلا مخالف فان ازاي هدخلك مرافق فانت لازم برضو لما انت أتصالح يبقى أنا بعد كده موقفي قانوني فبعد كده هدخل يعني المرافق ساعتها بتكون بسيطة جدا وبيكون الوضع ميسر على كل الأحوال بالزبط طيب سيات المستشار خلينا انتقل معاك برضو عزين نزود حاجة اللي هو برضو موقفك القانوني في الوحدة بمعنى ايه أنا دلوقتي لو عندي شقة مخالفة هل أنا ينفع أخد قارد من البنك هل أنا ينفع أعمل تصرف قانوني أكيد طبعا لا لكن أنا بعد كده لما يجد صالح هقدر أخد قارد من البنك هقدر أستخدم الوحدة بتاعتي طيب أستاذ عاصم في موضوع مهم جدا أنا عايزين ننتقل له تمام قانون الإيجار القديم تمام في جدء كبير جدا على القانون ده طبعا حضرتك عارف الموضوع ده كان من قديم الأزل عشان نحل به مشكلة الإسكان دلوقتي الموضوع تغير بشكل كبير قوي بسبب أنا كمالك لوحدة أو العكار كامل بأجر لناس بفلوس قليلة قوي لا تقارب القيمة السوقية للعقد الإيجار اللي موجود في الوقت الحالي ده صحيح في البداية عايز عارف من خضرتك تعريف قانون الإيجار القديم إيه هو إيه الوحدة اللي ينطبق عليها إيجار قديم قانون الإيجار القديم اللي هو مقابل قانون 96 يعني قبل أي عقد إيجار مبرمى قبل 96 ده اسمه إيجار قديم إيجار القديم ده بيبقى إيه لا يحكي للمؤجر أن ينهل المدة الإيجارية إلا طالا ما المستأجر بيدفع كيمة الإيجار يعني ترامى أنا أدفع الإيجار بتاعي ما يقدرش صاحب الملك يطلعني بره الإيجار فعشان كده إيجار القديم ده ما يدفعش ينتهي غير بالشروط تانية لكن أنا ترامى أنا أدفع الفلوس بتاعتي ترامى أدفع كيمة الإيجارية شهريا يبقى أنا ما أدرش المؤجر يطلعني بره طيب خليني أقوله حكرة حاجة المستأجر في الوقت الحالي هو قانون إيجار قديم أو عنده شقة إيجار قديم بيتخيل أن هو مالكها بمعنى أنا هقدر أورصها الأحفادي والأحفاد أحفادي بتعامل مع الشقة إنها ملكية تنتقلت من المستأجر أو من المؤجر للمستأجر فعايز أعرف من حضرتك هل فعلا شقة القانون إيجار قديم ينفع أن أنا أورصها لعيالي وأحفادي وهكذا وبيبقى فيه تسلسل الورصة ولا القانون حتى ضوابط للقصة دي هو القانون قالك لازم العهد الإيجاري يمتد الجيل واحد فقط بمعنى لو أنا المستأجر الأصلي للشقة تنتقل لأولادي لكن ما ينفعش تنتقل لأحفادي يعني كحفيد ما ينفعش يعني الجيل الأولاني بس طيب مكتضيات عقد الإيجار أعز أعرف من حضرتك إمتى يقدر المستأجر أن هو يرفع قيمة الإيجارية لأن فيه شكوى كتير جدا من المؤجر أن المستأجر بيدفع فلوس قليلة لا تتناسب مع أرض الواقع في دلوقتي دي حقيقة الإشكالية دي نادر نعمل معها وده حقيقة وده سبب المشكلة سبب المشكلة حاليا الكيمة الإيجارية الساعة بيبقى فيه واحد عنده عقار أربع أو خمس أدوار كل دور فيه شقةتين ثلاثة لو تجمعت لهم 12 شقة بيضبط مثلا عشر جنيه مية عشرين جنيه في الشقة بيجبروش حاجة تمام نقدر نسلح الموضوع ده إزاي ده حاجة مش في يدينا لسه المفروض هتنزل قرارات مفروض تتنقص في مجرس الشعب اللي هو المفروض هيقلوا الكيمة الإيجارية أو هيوضعوا يعني هيوفقوا المالك يقدر يعمل إيه لكن في الوضع الحالي مفيش أي حاجة ممكن تتخذ سيد المستشاري ما عايز أتكلم معك في موضوع مهم جدا فيه قرار طلع من محكمة الاستقناف من بدقة أيام أظن من أسبوع بالزبط بيقول إن مدة عقد الإيجار القديم لا تتعدى التسعة وخمسين سنة تعليق حضرتك ليه حددوا التسعة وخمسين سنة ما زادتش عن كده وفي نفس الوقت إزاي ده بقى بيفيد دلوقتي المالك الواحد فأولا لازم الأول بنستند لأحكام نقد قبل ما نستحق لأحكام استند ولكن هو تسعة وخمسين الغرض منها إيه غرض منها لأنه المؤجر ما يقدرش يعمل قانون الحكر بمعنى إيه لنا لدلوقتي لو أنا قاعد في شقة تمام؟ الشقة دي عادت فيها أكتر من ستين سنة بيقدر إلي أنا أحولها من عقد إيجار لعقد تمليك بمعنى إيه لأنا استغلتها أكتر من ستين سنة فالقانون هنا علينا تسعة وخمسين سنة ليه عشان يقتعليك الموضوع ده اللي أنت تسعى أنك ما تبقاش ملكية تتقول ليك بعد شقة وغير كده بقاء بقاء الوحدة بمعنى أنا دلوقتي طالما الوحدة قائمة يبقى أنا قادر أستغلها في الإيجار طيب الوحدة مش قائمة العقار وقع أو حصل زلزال أو العقار تهيالك وقع والكلام ده كله ما قادرش طبعا أستخدمها وخلاص عقد الإيجار بينتهي مع انتهاء الوحدة ذات نفسية طيب سيد المستشار خلينا نستغلي وجودك في موضوع مهم جدا أني مأنجر واحدة إيجار قديم دلوقتي بيستغل المالك بشكل فظيع بمعنى أول حاجة هو بيستخدم حاجة ما لهاش أي سوا قانونية وهي خلو الرجل عايزني أمشي أدفع ساعتها حقدر أمشي هل القانون بيقدر يقف في صف المالك في الوضع ده ولا لا لازم أنه لغاية ما المستأجر ده يمشي أنهنا بنتطر ندفع مبالغ مادية في شكل من السلوب اللي تزاز هو ده اللي بيحصل للأسف تمام؟ اللي هو حالية أن أي حد معه عقد إيجار هو ساري وحضرتك ما تقدرش تطلعه بقوة القانونة تمام؟ فلازم عشان حضرتك أنت لو أمستأجر وعايز الشقة بتاعتك لازم تدينه من قبل ماد طيب في موضوع برضو عايز أعرفه من حضرتك كتير من الملاك اللي أجروا الوحدات بتاعتهم كإيجار قديم أستاذ عاصم كتير من الملاك اللي أجروا وحدتهم كإيجار قديم للوحدات كان مكتوب في العقد غرض سكني أو شقة سكنية بعد كده حصل استغلال تجاري لها عايز أعرف هل يقدر المالك ساعتها أنه هو ياخد وضع قانوني أنه يطرد فيه المستأجر؟ في الوحالة دي بنعمل حاجة اسمها دعوة إرخلاق لتغيير النشاط ودي يعني بتاخد فيها طرد تمام؟ لأنه هو المفروض في عقد الإجار مكتوب بتقاله هو سكني هو حول النشاط من سكني لتجاري فساعتها أنا قدر أطرده لكن لو سكني ما قدرش أطرده طيب بالنسبة للعقد اللي معمولة العنوان العين فيها مش صح بمعنى حكي عارف طبعا أن مع التخطيط العمراني ومع التغيير أصبح أن العنوين كلها بتتغير كلام ده على مدار سنين كتير طيب دلوقتي أنا لو في عقد قدامي معمول في عنوان غير العنوان الحالي الوحدة هل ساعتها العقد ده بيسقط ولا بيكون إيه لتكومنت بتاعي؟ لا ما بيسقطش طبعا لأنه هو مفروض في عقد في شارع بتتغير كتير في شارع بيقولك الشارع فلان فلان سابقا كان كذا فده طبعا مروش علاقة بعقد الإجار أو حتى بعقدة تمليك أو بيع عقد مبرو يعني هي عليها اللي كان في حينه بالزبط هو دلوقتي موجود في الشارع الفلاني تمام الشارع فلاني سابقا طب اللي دلوقتي للشارع ده بقى بإسم تاني طب هو الشارع ده لما يتغير بقى أنا كده أغير العقل أكيد ده كلام مش صحي طيب في كتير من الملاك للعقارات كلموا عن حالات حصلت معاهم كإجابهم طبعا بيأجروا إيجار قديم مثلا في بعض المستأجرين بيبقى هو دلوقتي مأجر شقة كإيجار قديم وعنده فيه مبنى تاني هو مالك فيه شقة تمام والكلام ده في نفس الشارع طب هل ساعتها برضه بيعيب أن هو يستغل شقة اللي مأجرها قديم ولا بيسكت عنه احنا فيه حالتين في الموضوع ده أول حاجة لو أنا مأجر من حضرتك شقة عقار قديم وليه شقة تانية حضرتك ما تقدرش تطلعني طب لو أنا لي عقار تاني مكون بحد أقل أو بحد أدنى ثلاث أدوار لو ثلاث أدوار تمام حقيقي تقدر تلغي عقار بثلاث أدوار حقيقي عندي عقار بثلاث أدوار لكن أنا أولية شقة عندك أولية شقة تانية بره إذا حضرت لي فعش أنا ألغي أي عقار من الاتنين طب سيد المستشار عايز أن تقل معك في نهاية الحلقة الحاجة مهمة جدا موضوع مشروع الشباب أو المبادرة حضرتك أطلقتها ريادة الأعمال للشباب تمام في البداية عايز أفهم المبادرة دي بتتكلم عن إيه كتعريف لها عشان الشباب اللي تفرجوا علينا بدلوقتي يفهموا الموضوع بساطة موضوع الشباب ببساطة الشباب كلها معظم الشباب اللي تتخرج بتتخرج بتستنى الوظيفة تمام طبعا في الظروف الحالية دي يعني برضو الوظيف مش متاحة كتير تمام فإحنا عايزين نغير فكر الشباب من اللي أنت الرجل تنتظر وظيفة إلى موضوع ريادة الأعمال بمعنى إيه بدل ما أنا أطلع أو بدل ما أتخرج وأتخرج ومستني إلا أنا أستنى وظيفة واعد على الأهوة ومستني وظيفة وسنة وسنتين وأقول أنا الدولة مش بتي الديني ما فيش وظيف ما فيش وظيف تمام أنا أبتدي أفكر الدولة أعطيها لك حاجات كتيرة الدولة ممكن يعني الدولة بتتنفذ مشروعات جديدة بتفتح حاجات جديدة عايزة فيه استثمارات بتشجع استثمارات بتشجع المشروعات الصغيرة بتشجع المشروعات المتوسطة والموتنايات الصغر تمام فلازم نستفيد بالكلام ده تمام فحللنا الموضوع حللنا الموضوع لأنه أغلبية مشاكل للشباب مادية بمعنى إذا فيه شباب بيبع عندهم فكرة بس ما عندهمش راس مال راس أموال تمام وفيه شباب بيبع عندهم راس مال وبرده ما عندهمش فكرة وفيه شباب ما عندهمش فكرة وما عندهمش الراس مال بس عندهم طاقة اللي هم عايزين يشتغل أورد بشارية عندهم طاقة جزدين طب إحنا ليه منوفقش التلاتة مع بعض أنا دروقتي عندي فكرة حضرتك عندك راس مال إحنا للاتنين لو اتحدنا مع بعض هنعمل مشروع طب احنا دلوقتي عاينا نحتاج وناس تشتغل معانا طب الناس اللي هتشتغل معانا دي بدل ما هي تبقى قاعد على القهوة مستنية ووصيفة قهوة مستنية ووظيفة تمام؟ تو باقي يشتغل معانا يبقى لا خلاص أنا دلوقتي اللي عنده راس مالشتغل اللي عنده فكرة أشتغل اللي ما عندهش راس ماله ما عندهش فكرة بس عنده باور إن هو يشتغل هيبقى برضه معانا ويشتغل طبعاً وحدوهم مع بعض إزاي بشكل قانوني بمعنى أول حاجة هنعملهم دراسة جدوى هل الفكرة اللي انت عملها دي هل هي فعالة ونكحة ولا لا لو هي فعالة ونكحة يبقى خلاص هنبتدي نشتغل عليه تاني حاجة هنعمله الشكل القانوني للشركة أنا ساعد بيبقى عندي أنا فيه فرق بين شركة مساهمة وفيه فرق بين شركة توصية بسيطة وشركة تضامن بمعنى لو شركة تضامن لو انا مثلاً حاضرتك معاك الفكرة وانا معايا راسي المال وانا عنا نعمل شركة تضامن يبقى المكسب والخسرى علينا رهنا الاثنين طب نفترض أنا صحب layer وانا تر 우와 نساح بالفكرة يبقى أنا وتحمل المشروع احنا هنعمله شركة ايه نعمل شركة توصية بسيطة يعني ليه شركة توصية بسيطة يبقى شركة متضامن حقيقة تبقى شريك موسي تعتحمل الخسارة��ى ولا تتمتع بالإدارة ولكن في حالة الخسارة تمام حاجة بتسترد مفلوسك كلها بالكامل طيب أستاذ عاصم معيش أنا برضو عايز أقوله حكا على حاجة بردامج عندنا مبدأة الشفافية لكل الشباب اللي يتفرجوا علينا دلوقتي وشايفين المبادرة عايز أعرف منك الخطوات أنا كشاب بتفرج وعجبني الموضوع عايز أشارك فيه في المبادرة إيه الخطوات اللي أقدر أعملها عشان أكون شريك أول حاجة تمام تتحدد إنت موقفك إيه عالي إنت معك الفكرة وعلا إنت معك راس المال تمام لو معك الفكرة حاجة بتجيب الفكرة بتاعتك عشان ندرسها شوف الفكرة بتاعتك دي هلا على أرض الواقع تمام لا تنفع تشتغل أو لا وكمان الأفكار اللي إحنا عايزينها مش أفكار ما يجيش واحد حاجة تيجي الحقيقي المكتب يعني بالضبط في المكتب تمام والفكرة اللي تيجي ما ينفعش واحد مثلا يجيلي يقولي أنا عايز أعمل كفية عايز أجي أعمل مطعم مش هي دي الأفكار اللي إحنا عايزين عطو في زا بوكس أفكار خارج السندوق بالضبط مش خارج السندوق إحنا عايزين أفكار صنوعية إحنا عايزين نشوف الدولة مشي أزاي وإحنا نمشي معها بمعنى الدولة بتطور إيه بتطور الصنوعة عايزة تصدر مش عايزة نستورد فإحنا المفروض إحنا ما نيجي نعمل مشاريع نعمل إيه نعمل المشاريع اللي إحنا نصنع صنع أي حاجة حتى لو كانت صغيرة فكر في الفكرة إنت عايزة تصنع إيه أو إنت عندك مهارة معينة تعرف تصنع حاجة بهدف التصدير بالضبط هدف التصدير أو هدف اللي إنت تسوق هنا داخل البلد يعني الشرط اللي إنت تصدر يعني مش لازم يكون المين تارجت بتاعي بس يكون المشروع يكون صنوعي أو يكون المشروع حاجة إنت هتصنع حاجة أو إنت هتشتغل حاجة معينة أو بحرفة معينة ما ينفعش يكون مشروع استهلاكي لعلنا مشروير الاستهلاكية نحن لدينا مشروير الاستهلاكية كثير ما علينا هو إلينا لا ما علينا و برضه ان الدولة غديل يحب وانه مäd besoin أن الدولة غدتي اكتصني وتستطيع الدولة عالاستثمار فا احنا بريد استثمر كما هي الطبيب للز لذلك يجي فكرة ما يعيش فكرة جدا بس انا كواحد ما بحبيهش تمام؟ او انا رأس ميل انا مش عايز اموّن المشروع ده انا عايز اموّن المشروع تاني فاحنا بنوفّق ايه؟ الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض طيب خليني انتقل للحالة الثالثة لحضرتك ذكرتها انا شاب مايش رأس مال ومعنديش فكرة بس عندي طاقة جسدية او زي ما احنا ذكرناها كموارد بشرية طبعا هل اقدر ان انا اكون شريك معاك ان انا تبتدي تشغلني في المشاريع دي؟ حتة شريك او مشريك على حسب انت دورك في الموضوع بمعنى لو انت دورك في الموضوع كطاقة جسدية كطاقة جسدية انت هل تشتغل موظف او هل تشتغل شريك او هل تشتغل شريك ايه الحاجة اللي انت هتقدمه هتساهم بيه هتساهم بيه لو انت الحاجة اللي هتساهم بيه هتاخد على قد النسبة بتاعتك يحنا نعمله الشركة الشركة دي بيبقى شركة مثلاً 100% تمام؟ راس الميل مثلاً هياخد وقالياكم مثلاً 50% راجع الصحاب الفكرة مثلاً 50% تبقى أنا دراكتي لما أنا يجي أشارك أنا إيه دوري؟ لو أنا دوري مثلاً أنا هدير الموضوع أخذ مثلاً 10% تبقى أنا دوري لما أنا هشتغل كموظف بس يبقى أنا بأخذ مرتب بس من الشريك في المشروع يعني لما بكون أنا مشارك مع حضرتك بشكل ما بيكون ليا نسبة محددة على حسب المشروع بسواء كان المكسب أو الخسارة بالضبط إنما لو أنا موظف ده بيكون مرتب سابت وما ليش دعوة بنسب من المكسب أو الخسارة وما ليش دعوة بالمكسب والخسارة والكلام ده كله فيه ناس بتحدي فيه ناس بتحب نتحدد نفسها في منطق الوظيفة وفيه ناس ما بتحب تحب تاخده الرزق أنا دوري حابب تاخده الرزق تمام؟ إنت مش حابب تاخده الرزق وعايز وظيفة من تارجد واحد بس له بتاعكي بقى الوظيفة براحتك طيب قبل ما انتقل مع حراك لموضوع صحة التوقيع والنفاذ المنتاليتي أو العقلينية اللي بيفكر بيها المشاهد اسلوب معين أنا الراتب السابت والاستقرار بالنسبة له بيكون الأفضل حضرتك قلت وما ذكرت موضوع النسبة موضوع النسبة حيث تتب وارد إن الشركة تخسر أو وارد إن المشروع يخسر فسأتي بيبقى خايف من الرزق ده هل فعلاً نقدر نقول إن موضوع الرزق طالما فيه دراسة جدوى نجحة قليل ولا فعلاً الراتب السابت دايماً بيكون هو أساس الاستقرار خلينا متفكين إن البزنس تمام فيه نسبة رزق عليها طبعاً أنا ترى ما اخترت اللي أنا أدخل بزنس أو أنا اخترت اللي أنا أدخل في مجال البزنس يبقى أنا وارد اللي أنا أخسر وارد اللي أنا أكسب تمام أنا ترى ما حطيت نفسي في الموضوع ده خلاص أنا عايز أكسب أو عايز أخسر خلاص فيه ناس ما بتحبش موضوع رزق أصلاً لا أنا راجل أخد مرتبي ألفين جنيه تلات تلاف جنيه ومليش زعوة بزرط فيه واحد تاني لا أنا مش مكتفي بالألفين جنيه وبتلات تلاف جنيه أنا عقلية عقلية التاجر ما هو برضو عايزين نشوف يعني ترجع لحسب الشخصية بزرط فيه ناس عقلية عقلية التاجر وفيه ناس عقلية الموظف فيه واحد ترأي يعني أنا عايز أبقى موظف أنا عايز أبقى موظف قابض في الشهر شهر 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه في واحد عايز عقلية التاجر تمام أستاذ عاصم في نهاية البرنامج وفي إجاز شديد عايز أعرف من حضرتك صحة التوقيع والنفاذ بتفيد إزاي لما أجي أن أنا أشتري لنفسي سيارة أو واحدة عقرية أو حتى أرض بالنسبة لصحة التوقيع وبنسبة للنفاذ دي حاجة ودي حاجة صحة التوقيع دي دعوة وصحة ونفاذ دي دعوة تانية صحة التوقيع في ناس كتيرة أو تشتري واحدة سكنية أو تشتري عربية أو أي إن كان بتشتري أي حاجة بتعمل عقد وبتعمل عليه صحة التوقيع تقول لك أنا خرص مالك توقيع دا حقيقي أنا مالك تمام لا صحة التوقيع دا بينا من اسمها صحة التوقيع أنا ببص على التوقيع هل التوقيع دا حقيقي ولا مش حقيقي دون النظر إلى موضوع العقد النفاذ بقى هو اللي بيعمل موضوع الصحة ونفاذ دا دي قصة تانية قصة دعوة صحة ونفاذ دي إثبات ملكية أنا دروقتي اشتريت مثلاً واحدة سكنية من حضرتك تمام حضرتك مثلاً امتنعت لأنك تيجي معي الشرع كوري عشان أسجل فبرفع دعوة صحة ونفاذ عشان أثبت التسجيل تماماً يا سيد عاصر أعزائي المشاهدين ودي كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة وانتظرونا في حلقات أكتر من برنامج حكاوي اليوم على قناة الصحة والجمال دمتم بصحة وسلامة